هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن العلاقات بين إيران والعراق مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتربط البلدين علاقات واسعة وبناءة في مختلف المجالات إن الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق تم تشكيلها بطريقة توفر المصالح والاحتياجات الأمنية للبلدين وقد اتخذ الطرفان خطوات جيدة نحو تنفيذها وقد أوفى العراق بأجزاء كبيرة من التزاماته في إطار تلك الاتفاقية وبطبيعة الحال أن زيادة رئيس مجلس الأمن القومي لبلادنا ستساعد البلدين على تطوير قدراتهما في التعاون الأمني على أساس الحاجة المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن والتصدي لخطر الإرهاب على طول الحدود المشتركة لدينا دائما محادثات منتظمة ومستمرة على مستويات عالية مختلفة بين أعضاء الوفد الحكومي والمسؤولين العسكريين ومسؤولي إنفاذ القانون والأمن بين البلدين لقد أكدنا دائما على أن جمهورية إيران الإسلامية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه أن العلاقات بين البلدين مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتربط البلدين علاقات واسعة مبناء في مختلف المجالات تاكمية و تمامية عرضي إراغ